موسيقى على هذا المنبر سيلقي إمام مسجد الجزائر العظم خطبته لجموع المصلين تحفة إبداعية بتفاصيل إسلامية أشرف على إنجازها أزيد من ثلاثين عاملا بورشة القرطبية إنجاز هذا الصرح لم يكن بالهيين موسيقى هنا بولاية الأمدية التقينا بصناعه ليرهو لنا قصة البداية موسيقى أولا كما نعرفون التصميم هو أول مراحل للعمل من ناحية الزخاري التي اشغلنا عليها واستعملناها هي مقسمة إلى ثلاث أنواع أولا الزخرف الخطية والزخرف الهندسية والزخرف النباتية عمر بن قرطبي حرفيا وضع عصارة ثلاث وستين سنة من الخبرة والتجربة لإنجاز هذا العمل فحروسة على كل كبيرة وصغيرة وأدقي تفاصيل المنبر ثلاثين عاما اللي تشاركوا بارك الله في يومنا كانوا في المستوى تعالى أقول لها الوقت اللي كان تقريباً خمسة شهور من التصميم تقطيع الخشب الزخرفة وصولاً إلى التركيب اشتغل هؤلاء العمال على مدار خمسة أشهر بكل عناية وتأني للوصول للنتيجة النهائية وضع الطلاء وبعض الروتشات الخاصة بالخط الأندلوسي الذي يزين هذا المنبر تلك كانت العملية النهائية قبل نقله للمسجد الأعظم تركيب قسمناه على خمس أجزاء اللي كبر المنبر اللي كان العلو بتاعه سبعة أمتار ونص والطول تاعه سبعة أمتار والعرض تاعه مترين يحب يقول لازم في الشحن وفي المنقدروش نبديوها ما لا كان عدنا تحدي باش قسمناه خمس أجزاء وكي يتركب ما يبانش بالليرة ومقسوم بارتفاع سبع أمتار وعرض المترين تقف هذه التحفة إلى جانب المحراب شمخة شموخ أكبر منارة بالعالم جامعة لتاريخ أمة وحاضرها شهدة على حقبة تاريخ له مغزى ومكان له رسالة شكرا